الدم إنه ذلك السائل الأحمر الذي يتدفق في جسمك ويشكل ثمانية بالمئة من وزنه ليعطي لك الحياة فهل تعلم ما هي مكونات الدم ووظيفة كل منها؟ يتكون الدم من أربعة مكونات وهي البلازمة، كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، والصفائح الدموية أولاً البلازمة والذي يشكل غالبية مكونات الدم يمثل الماء 95% منه، كما يحتوي على بروتينات وأهرمونات وأجسام مضادة ومواد غذائية ثانياً، كرات الدم الحمراء، تشكل 40% من مكونات الدم وسميت بهذا الاسم نظراً لاحتواء السيتوبلازم لها على صبغة حمراء تسمى الهيموغلوبين وظيفتها نقل الأكسوجين الداخل من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين لإخراجه ثالثاً، كرات الدم البيضاء، تشكل 1% من مكونات الدم وهي متعددة الأنواع، وليس لها شكل معين وتعتبر المكونة الحيوية في محاربة العدوى وأنواع البكتيريا والفيروسات التي قد تهاجم جسم الإنسان وتسبب له الأمراض رابعاً، الصفائح الدموية هي خلايا صغيرة تشكل من 5 إلى 7% من مكونات الدم وتلعب دوراً مهماً في تكوين الجلطة الدموية للتآم الجروح حيث تلتصق ببعضها عند مكان الجرح لتكون حاجزاً كشبكة العنكبوت يوقف الدم مما يساعد على التآمه بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر